العودة إلى التفاهم النووي يفيد إيران أكثر مما يفيد إسرائيل أو الولايات المتحدة لأن الرئيس بايدن اشترط على الإيرانيين بأنه عندما تعود إيران إلى التفاهم النووي سوف يرفع العقوبات عنها ولكن على إيران أن تبدأ مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن الصواريخ الباليستية وبشأن مساعدة إيران للمنظمات التي تعتبرها الولايات المتحدة منظمات إرهابية إيران رفضت هذا العرض وقالت بأننا بالإمكان العودة إلى التفاهم النووي ولم تحدد موعدا بعد العودة إلى هذا التفاهم ولكن قالت سوف نعود قريبا إلى التفاهم أو ربما نعود قريبا إلى التفاهم ولكن لن نسمح بأي شرط يتعلق أو بأي مفاوضات تتعلق بإنتهي الصواريخ الباليستية أو بمساعدة هذه المنظمات التابعة الموالية لإيران مثل حزب الله والميليشيات إذن ماذا يحصل مثلا لو عادت إيران إلى التفاهم النووي كما يريده الرئيس بايدن ورفضت التفاهم بشأن أو المفاوضات بشأن الصواريخ الباليستية أو مساعدتها للمنظمات الإرهابية هذا لا يفيد إسرائيل لأن إسرائيل من البداية لم ترغب أو لم تكن تريد الموافقة على التفاهم النووي واليوم لن تريد أيضا العودة إلى التفاهم النووي إذن المسألة هي أصعب مما يتصورها البعض ماذا تفعل في مسألة الصواريخ الباليستية إذا إيران قررت وقال الرئيس المنتخب الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي بأنه لن يتفاوض بشأن الصواريخ الباليستية إذن نحن رجعنا إلى المربع الأول في هذا الموضوع